وفي ملف آخر يحظى باهتمام المواطن وقلقه أيضا قامت غرفة عمليات مرض الحمى النسفية بإشراف معاون محافظ صلاح الدين لشؤون الأمن ربيع فارس بجولة ميدانية على محال القصابة في تكريت لمتابعة إجراءات الوقاة من تداعيات المرض وإجراء الفحوصات المختبرية على بعض العينات للتأكد من سلامتها من الإصابة بالحمى النسفية والسيطرة على الموقف حال ظهور المرض